بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الجمعية بتاع الأمم المتحدة يا ابو الشباب تطلب رأي محكمة العدل الدولية في أفعال إسرائيل اللي هي إسرائيل بتحاول إن هي تعمل تغيير ديمغرافي في وسط الفلسطينية وكده طبعا دي جريمة حرب أصلا وجريمة دولية وأمور ممنوعة وإلخ إلخ إلخ هتقول يا عم القانون الدولي ده لا يطبق مش عارفية أقول لك نعم أنا معك في كلا بس الوقت لو في قوة هتطبق القانون الدولي أنا أقول لك حتى لو محكمة العدل الدولية أفتت وعملت فتوى قانونية بأن هذه المسألة جريمة حرب أقول لك إسرائيل مش هتعترف بالموضوع ده أصلا نتنياهو تكلم وقال بشكل مسبق إن قرار الأمم المتحدة حقير وهو يعني لن يخضع لهذه الأمور ده لسه هو طبعا عارف وفاهم كويس قوي أنه محكمة العدل هتتكلم ضده طب ليه هو الحكاية ما أنا قلت لك الوقت المنظمات الدولية بدأت تنفلت من تحت السيطرة الأمريكية النهاردة مش زي مبارح أبو الشباب النهاردة الوضع مختلف تماما الأول طيب الموضوع ده أصلا بتاع إسرائيل مش من النهاردة ده هي إسرائيل أول ما بدأت على الأراضي الفلسطينية كان عندهم أقل من 5% من الأراضي الفلسطينية وكل شوية يضربوا السكان بتاع قرية معينة وينشروا الفوضى وينشروا الرعب وينشروا عصبات تقتل وعصبات تخطف الأطفال وعصبات تنشر الرعب فطبعا مين اللي هيقدر يقعد في الأغواء دية الواحد إن كان هيقدر يحمي نفسه مش هيبقى آمن على ولاده إن كانوا بيلعبوا قدام الباب أو رايحين مدرسة أو كده فلما مكان يفقد فيه الأبان اللي هيحصل إن سكان المكان دول هيمشوا وفضلوا يزحزحوا الفلسطينية بهذا الشكل ومرة بحرب عصبات ومرة مش عارف إيه وكده يعني كلها بطرق إجرامية وعلى مدار التاريخ بتاع اليهود في المنطقة في فلسطين وهم شغلين على هذه الوتيرة ايه هو اللي جد النهاردة هذا هو السؤال اللي بيطرح نفسه اللي جد النهاردة هو انفلات السيطرة الأمريكية من العالم في الحقيقة والوقت بقوا من الصين والروس وقفين للأمريكان الوقت يا جماعة غير التسعة وتمانين من التسعة وتمانين للألفين وستاشر التمانية وعشرين سنة دول يا جماعة من التمانية وتمانية للألفين وستاشر كانوا كارثة على دماغ البشر ما كانش فيه أصلا صراع عالمي والروس كانوا مرعوبين والصينيين كانوا مرعوبين وكل دولة خايفة من الطغيان الأمريكي الغربي وكان أصلا أمريكا والغرب بيجهزوا أنهم يعملوا إبادات مختلفة لشعوب مختلفة وحدة ورد تانية وكان ده يعني كان هم خلاص شايفين أن المخلطة بتاعهم ما فيش حاجة هتوقفوا من الناحية العملية فكل المؤسسات الدولية كانت في خدمة الأمريكان فاللي يحصل إيه؟ ما كانش حد أصلا يقدر يعمل تصويت في الأمم المتحدة على حاجة زي كلا فيجي يحصل تصويت في الأمم المتحدة وتيجي 87 دولة تقول أن هي مؤيدة لقرار إحالة الموضوع لمحكمة العدل الدولية عشان الفاتوى وتيجي 53 دولة تمتنع عن التصويت واللي يرفضه 26 دولة فقط فطبعا الموضوع ده يعني بيشعرك وبيدي لك خلفية قد إيه العالم تغير وقد إيه المنظمات الدولية ما بقتش تحت السيطرة الأمريكية بشكل كامل زي الأول مخطط بن غفير في اختحام الأقصى في الشوية اللي فاتوا دول وتصرفات نتنياهو وتشكيل يعني الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل وكده كل الأمور دي بتدي لك مؤشرات على أن الحكومة دي جاية بتقول لك يعني أن هما بتنسبة لهم مسألة حياء وموت يعني يا إما أن هما هيعملوا اللي هما عايزينه يا إما أن البلد كلها هتتهد وأنا أعتقد أن إسرائيل هتتفكك وتكلمت عشر مرات على الموضوع ده قبل كده وهم الوقت بيحاولوا زي ما قلت لك في فيديو سابق أن هما يهجروا الفلسطينية إلى أكبر قدر ممكن يعني منهم إلى الأردن ويعملوا مملكة هيسموها جديدة المملكة الهاشمية الفلسطينية الأردنية أو حاجة زي كده يعني المخطط ماشي في هذا الاتجاه لكن لا الأردنيين هيقبلوا ولا الفلسطينيين هيقبلوا بالعكس إن شاء الله الأردنيين والفلسطينيين يتحدوا وإن شاء الله زوال إسرائيل يكون قريب بإذن الله والسلام عليكم